السلام عليكم وحبه الله وبركاته ومحبه بكم سي سياس مطبخ ام نضال يوم شبليكم وصفة رائعة سهلة ولديدة هي كاك في الكوكوت او لا فتن جرس الضغط هاد وصفة اللي انا يعني كنحضرها ينسي نهادي فالوصفة كنت من نزلها في الموقع كيما كتشوفوا يعني وصفة عندي في الموقع بالصور وبزاف منكم كيتلبولي انني نزلها فيديو فقررت انني نزلها كذلك عندي بزاف دي الوصفة اللي انتم كل مرة كتلبوا انني نزلهم لكم بالفيديو فان شاء الله غدين نزلهم لكم يعني كل مرة ان حاول ناخد وصفة من الموقع اللي بالصور وننزلها لكم فيديو وبالنسبة لهاد الكاك كما كتشوفوا هاد هو الشكل دياله النهائي فكيجي رائع سهل وديد وكيجي خفيف يعني الكاك ديانا كيجي خفيف وكيجي ناشف وكما كتلكم انا وصفة اللي كان اعتمدها كان ديالها بزاف خصوصا فرمدان يعني انا الحور ديالي فهو هاد القاطعة ديال هاد الكاك مع كاس ديال الرايب يعني الرايب متمد عندي اللي كان نحضره في الفورن او لا فتنجرة الضغط اللي الوصفة كين نحتاجه في القناة وكين في الموقع فكما كنت لكم هاد هو السحور ديالي فانا كتشبني هاد الكاك لانا كتشبني انا كتشبني اسمحوا لي على الصوت ديالي شوية يعني بعبح فضربني شوية البرد فهذا بغدي نخليكم تشوفوا المقادر طريقة تحضر وفرجة ممتعة نحتاجون اربعة ديال البيضات كاس ديال سكاس ديال نسكاس ديال الزيت جوش وصاشي ديال الخميرة ديال الحلوة ومع القونس ديال كاكاو الملح ودقيق تقريب واحد شوش كسان ديال العنبة ديال بقيق وانتزون يحضروا طريقة تحضر كنا نضرب البيضات مع السكاس ديال وانا كنضربوهم بالباتر يعني بتضربة الكربائي كنضربوهم جيدا وانا كنضربوهم كنضيفو في الزيت ودائما كنضربو اذا هذا فعلا كنضربو انا كنضيفو نضيفو لعدم البيضات نضيف الكاكاو ونضيف الملح نضيف الملح فسين اضيف الملح تنджرة كان نضيف الملح طنجرة تنجرة فان التنجرة النوجية طانع نضيف احد مثير في فتن úس ثم نضيف الكوكود ونضيف الكوكود نضيف الكوكود نضيف الكوكود يجعل الكوكود ونضيف الكوكود تقريبا يأخذ لنا 10-40 دقيقة ولكن غالبا يأخذ هذا الهواء الذي يخرج من بلصة صفراء و تشمو راحة الكاكا كما تشاهدون هذا الكاكتين بعدما نحلو الكوكت و نقلب الكاكتين بطريقة عادية ندخل العود يخرج لنا ناشف ثم نزله من الكوكت و نقلبه كما تشاهدون هذا الشكل يخفيف و ناشف ثم نزينه فهنا نأخذ شوكولة أسود و نضيف شوكولة و نخلطه ثم نقلب الخليط الشوكولة و نحاول أن نسرحه و نستخدم و ننفعه ければい اضغط الحماماء وكل نشكله بطريقة سهلة لشوكولات والياغورت والخطوط ونجد أرى الشكل نهائي كما ترى الشكل يأتي على هذا الشكل يأتي رائع جداً يأتي لتدء و يأتي خفيف ويأتي أيضاً نشف ويعجبني هذا النوع الذي يأتي نشف فأنتمنى تعجبكم الوصفة و تجربوها لأنها فعلاً سهلة وكتجي لديدة أيضاً لا تحتاج لفرن فقط نطيبوها في تنجرة الضغط وهذا الشكل من الداخل كما ترى خفيفاً ونشفاً فأنتمنى أن أرى الفيديو و لا تنسوا لايك تعليق واشتراك في القناة ستصلوا دائماً بجديد الوصفات وأيضاً تنضموا الوصفة على الفيسبوك اللي هي شوات أمني دالس سواء بالعربية أو بفرنسية ومرحبا بكم دائماً وبصحة والراحة